زي ما كنا بنتكلم احنا عندنا كنوز كنوز انا عايزة اعود للكنز اللي معايا وضيفاتي العزيزة الاستاذة اميرة منتصر طيب احنا وقفنا عند محمد فوزي ووقفنا دي حقبة مهمة جدا الالتقاء بينه وبين ما دي هيسري اصمر عن مرحلة حلوة هل التسع سنوات هنا كانت خلاص المرحلة قدموا فيها كل حاجة طيب خليني بس اقول حضرتك حاجة يعني انا طبعا ببارك الاستاذ ايمان على الكتاب وباخد من كلام وكلمة كده حكاية بداية من السفر بدايتهم من السفر فكرة الحقبة اللي فاتت واللي قابليها وانه هما بيبتدوا من السفر وبيبتدوا حياة فيها تصميم واصرار على النجاح على الرغم من الفشل والوقوع والعقابات اللي قابلوها في حياتهم لكن هما بيكملوا وبيصمموا لان فيها دف دماغهم لازم يحققوا صحيح الامثلة متقربة بالضبط مشوار وتعب وتعب شديد وتعب شديد طبعا وتصميم على ان يبقى فيه انفراد في كل حاجة في كل مجال في التلحين وفي الغنى وفي التمثيل كان دايما محمد فوزي مصمم انه يكون منفرد حتى فكرته في انه يعمل المصنع كان انفراد صحيح لانه كان اول مصنع في الله نكمل الاجابة عن مديحة يسري وبيانه روح للمرحلة التانية مديحة يسري طبعا زي ما قلت لحضراتك انه هما جوزهم استمر فترة طويلة مش فترة طويلة يعني تسع سنوات ونتج عنه افلام حوالي برضو تسع افلام لو الزاكرة ما خانتنيش وهم خلفوا بنته ولد بنته صغيرة توفت والولد اللي هو عمر محمد فوزي توفى بعد والده بسنتين في حادث قليم فكانت مدام مديحة يسري طبعا كانت في قلم شديد الفترة اللي عملوا فيها كان بيتهم كانت مدام مديحة بتحكي ان بيتهم كان بيت كل الفنانين موجودين فيه يعني هو بيت عبارة عن ستوديو عبارة عن ستوديو وكانت بتحكي عن الفنان محمد عبدالوهاب وفريد القطر وكل الفنانين إنهم كانوا قد إيه موجودين في الوقت ده وكانوا الاتفاقات على الأفلام وعلى الأغاني وعلى الألحان كلها بتتم في البيت من خلال اجتماعاتهم طول الوقت بعد مرحلة مديحة يوسري أولا هل أنت في الكتاب رصدة أيضا كمان لأنه محمد فوزي الحقيقة القونة يعني بنتكلم عن التمثيل وبعدين التمثيل ده حالة عنده ده غير الغنى والاستعراضات والألحان هو كمان كملحن أبدع يعني عنده حاجات النقاد الموسيقيين نتكلم عنها كتير بزبط إبداعات لحنية بزبط محمد فوزي لو هنتكلم عن الحقبة اللي هي بعد جوازه من الفنانة مديحة يوسري بدأ جوز الفنانة كريمة اللي هي فاتنة المعادي وفي الفترة دي بقى بدأ يحصل موضوع التأمين المصنع احنا برضو لازم ونتكلم عنه لأنه كان في الفترة بتاعت الفنانة مديحة يوسري وكانت بتحكي أنها قد إيه تنزل لابسها الأفرول معاه وتقف مع العمال علشان ده كان حلم ليهم هما الاتنين يعني كان حلم كان حلمه أنه هو يعمل مصنع وعلى عكس ما يصار أنه هو كان من أسرة بسيطة لأنه هو كان راح بيع أرض لا كانش من أسرة بسيطة خالص يعني وبرضو بيصار على النت برضو بعض المعلومات المغلوطة الدكتور مونير كان موضحها وأنا موضحها في الكتاب أنه هو كان شقيق لخمسة وعشرين من الأخوات يعني بس هما كانوا ستاشر ما كانوش خمسة وعشرين وكانت شقيقته الفنانة هودا سلطان اللي اتكلمت وكانت يعني مستمتعة وهي بتتكلم في الكتاب الله يرحمها وأتذكر مقابلتي لها بعد العدد ده خاصة أن العدد ده كان بيضم زي ما قلت حالتك صور هي ما شفتهاش أكيد أنا كمان بتفرج على صور هل الصور دي كلها في الكتاب آه بالضبط دي صورته في المصنع دي صورته في المصنع احنا برضو لازم نتكلم عن المصنع اللي هو فكر في تأسيسه كأول مصنع موجود في الشرق الأوسط احنا كانت الأغاني بتتعامل هنا في الاستوديوهات وبعدين استوديوهات الإزاعة وبعدين تسافر عشان تطبع في فرنسا فهو قرر أنه هو يعمل أول مصنع في الشرق الأوسط يوفر بيه حاجتين على البلد يعني هو برضو كان حتة الوطنية عنده شديدة يعني كان عايز بعد ما كانت الأستوانة بتسعين قرش بقت بخمسة وثلاثين قرش وبقت الأستوانة غير قابلة للكسر وبتاخد أغنية من النحيتين وشوفي هو هنا كمان كفنان يعني اشتغل في حاجة تفيد الفن تفيد الفن وهو فاهم فيها ويكفي احتقاره لصوت أم كلسوم طبعا ونجاة طبعا يعني أم كلسوم كانت بتحلم بعد ما كان حلمه أنه هو وهو صغير يلحن للفنانة أم كلسوم بقت هي اللي بتطلب منه وهو قدر من خلال مدرسته اللي هو يعني هو اتكلم على إن لأن أنا طبعا من خلال الكتاب ده جامعت في أرشيف الأهرام كل الحوارات اللي اتعاملت معاه في مجلة الكواكب ودار الهلال زمان وتخيلت إن هو قدامي وعملت حوار معاه طبعا أيوة بكل بقى الممبول بكل الداتة اللي كانت عندي وكان حلم الفنانة أم كلسوم كانت دايما تتردد في البيت عندهم عند كريمة فاتنة المعادي زوجته الثالثة أيام تعبوا وكانت بتقوله أنت مش هترجع في كلامك قبل بقى ما يكان يقدم لها بمدرسته لأن كانت مدرسة محمد فوزي وده أنا مقدرش أتكلم عنه طبعا أنا كلام كثير وبيلحقني طبعا ببسي أنا عايز أقولك لأن أنا سعيدة وأنا بتكلم عنه